بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمل الكاتب يجيب هناك سؤال مقدم من الأخ علي السومري يقول السلام عليكم أستاذ ممكن توضيح بخصوص أبو حنيفة تاريخه وهل هو وقف مع زيد بن علي في تورته ولماذا الشيعة يكرهونه وقد أجبته باختصار بما يلي وسوف أشرح ذلك إن شاء الله بالتفصيل قلت له لا يكرهه إلا الجهلة فهو إمام عظيم من أئمة المسلمين كان يؤمن بالشورى وحق جميع الأمة بتبوء منصب الخلافة في ذلك الوقت الذي كان يحاول كل طرف احتكار الخلافة لنفسه سواء لقريش أو للهاشمين أو للعلويين أو للفاطميين أو للحسنين أو الحسنين واستشهد في سبيل مواقفه الثورية ولقد ناصر الإمام زيد بن علي في ثورته ضد الأمويين في الكوفة سنة 122 كما ناصر ثورة الإمام محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم في العراق ذلك محمد بن عبد الله قام بثورة في الحجاز في المدينة وأخوه إبراهيم في العراق وسجن في عهد المنصور لأنه رفض تولي القضاء له كان يعتبر هذا حاكم ظالم وما كان يقبل يكون قاضي تحت إمرته حتى مات في السجن ولا يكرهه إلا المتطرفون والغلات من الشيعة والسنة المتطرفون الغلات الإمامية الذين كانوا يحرمون الاجتهاد في ذلك الوقت كما كان يعاديه أهل الحديث من السنة الحنابلة بالخصوص وإلا فإنه لم يتخذ أي موقف أدائي من أهل البيت ولا سيما الثوار منهم بل كان مناصرا لهم وقد اختلق الغلات حوارات وأحاديثة من الإمام جعفر الصادق ضده تنتقده لعدم إيمانه بنظرية الإمامة وحصر العلم بأهل البيت أو بالإمام الصادق أو المانباكر وعدم الأخذ بأحاديث الإمامية من أهل البيت وهو ما فعله الإماميون هذا الاجتهاد يعني بعد ذلك عندما فتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري وتبنوا نظريات المعتزلة أهل العدل والعقل والتوحيد الذي كان على رأسهم أبو حنيفة أيضا ولذلك لابد للشيعة اليوم من إعادة النظر إليه والتخلص من الإشاعات والمواقف العبثية المتطرفة من أجل تكريس الوحدة الإسلامية والقضاء على الطائفية في الحقيقة أبو حنيفة مظلوم من طرفين من الإمامية كان مظلوم ولا يزال مظلوم أيضا حتى اليوم ومن أهل السنة أهل السنة يعني الحنابلة في المصطلح الأول أطلق كلمة أهل السنة على الحنابلة اللي هم أهل الحديث ومعركتهم الأولى كانت مع أبو حنيفة ومع المعتزلة باعتبار هؤلاء كانوا يدعون للعقل استخدام العقل ولا يأخذون بكثير من الأحاديث يشككون في معظم الأحاديث إلا يعني يمكن بضعة عشرات من الأحاديث اللي كان يأخذ بيها الإمام أبو حنيفة وعندما يعني في مساء الحادثة ليست فيها أحاديث كان هو يستخدم الرأي يسمونه من أهل الرأي هو إمام أهل الرأي فإذن أهل الحديث كانوا يعني يختلفون معه وبالتالي والمتطرفون جدا من الحنابلة كان يكفره يعني وكان يسبوه العنون لأبو حنيفة مع الأسف الشديد وعندما حاول الخليفة العباسي القادر بالله جمع إطار أهل السنة في إطار واحد استتاب الأحناف تعالوا توبوا حتى صيروا من أهل السنة ما كان يعتبروهم من أهل السنة وأما شيعة يعني هناك يعني طبعا شوفوا بالتاريخ قبل 1300 سنة 1400 سنة جرت يعني حدثت خلافات واختلافات بالرأي واختلافات بالسياسة إحنا جايين بعد 1400 سنة من تلك الخلافات لا يجدر بنا أن نعيش تلك الخلافات بحذافيرها ولا أن نصدق كل ما يروى عن تلك الحقبة بالحقيقة كثير من القصص مفتعلة ومختلقة لأجل تسقيط الآخرين ثم أن بعض الخلافات تجاوزها الزمن مثلا هناك يعني أنا أتعجب من بعض المشايخ مثلا أن صديق عزيز قديم هو الشيخ صالح الكرباسي وآخرون واضعين نفس القصص ونفس الروايات ونفس الخلافات كأنها حية اليوم بين أبو حنيفة وبين الإمام الباكر أو بين الإمام الصادق يعني إذا نأخذ كل روايات ونقولها كلها صحيحة فهناك روايات بالكافي وبكتب الشيعة أنه الإمام الباكر والإمام الصادق كان يحصرون العلم بأنفسهم والعلم أدنى فقط وما يجوز أحد يفهم الكتاب ولا يستطيع أن يفهم الكتاب إلا عبرنا وعبر تأويننا وتفسيرنا وهذه النظرية يعني ذيك الأيام ما كان مجمع عليها لا بين الشيعة فرق الشيعة الأخرى الزيدية مثلا أو الحسنيين أو كذا ما كان يعرفون هذه النظرية أيضا وكان يرفضوها الإمام زيد كان يرفضها وروايات أخرى حتى عن الإمام الصادق برفضها أنه نحن لسنا أئمة منصوص علينا من الله بالتالي هما كانوا علماء أبرار وقت الواحد يكون عالم أيضا يحترم العلماء الآخرين ويعطيهم مجال في الألم يعني فإذن إذا أبو حنيفة مثلا ما كان يقبل يأخذ الأحاديث من الإمام الصادق هو حر يعني ما يقدم لجب رأي يقول الله تعالى إلا تأخذ الأحاديث منه وفي روايات الشيعة في الكافي مثلا في روايات كثيرة الإمام الصادق كان يروي عن الله تعالى أو عن رسول الله بلا سند ومواضيع حادثة النبي لم يتحدث عنها مثلا حاديث فهذه إما أن نرفضها نقول هذا كلها كذب على الإمام الصادق وإذا صدقناها فرح نقع بمشكلة أخرى نقول أنه الإمام الصادق يتحدث عن الله مباشرة ويتحدث عن الفضل زيارة الحسين طبعا الإمام الحسين النبي ما تحدث عن زيارة الحسين ويتحدث عن أمور كثيرة اللي ما كانت في أهد النبي مطروحة فلذلك يجب أن نحذر من كل هذه الروايات والقصص التاريخية ونعتدل ونشوف أنه القضية أنه فيه خط كان يقول مثل الإمامية وما ينسبوه إلى الإمام باكر والصادق وبقية الأمة أنهم ذول هم معينين من قبل الله والألم عندهم من الله وتنزل عليهم الملائكة وهؤلاء مثلا هم أحق من الخلافة هذه نظريات كانت حادثة تلك الأيام في الكرن الثاني الهجري أيام أبي حنيف وإمام الصادق لم يكن يعرفوها حتى أهل البيت لم يكن يعرفوها بقية أهل البيت يعني مثلا حوار بين مؤمن الطاق وبين الإمام زيد بن علي عندما قام بثورته في الكوفة سنة 122 دعا الشيعة إلى نصرته وكثير منهم بيعوه على النصرة وعلى الخروج معه إلى أن جاء مؤمن الطاق شخص كان شيعي يدعي أنه هو يعني تلميذ الإمام الصادق أو كان يعني يناسر الإمام الصادق وكان بالكوفة وقال له أنت لست إماما معين من قبل الله فتعجب الإمام زيد وقال كيف أنا منين جاي بالفكرة هيا أنت هالفكرة جديدة لو كانت صحيح الفكرة أبويا زين العابدين كان علمني إياها وإنت شتاء علمك إليك ووصلت الفكرة إليك وأني ما أعرفها وأنا إبن الإمام زيد العابدين فقال له الأذر واهي جدا قال له أنت يعني خاف أبوك يقول لك بحصر الإمام في هذه السلالة وبعدين أنت متقبل وزرح للنار طيب إذا واحد ما يقبل الحق وهو حق خلي ذهب للنار أما أنا ليش ما يقول للواحد فإذا شوفوا نفس الرواية هذه اللي يروهها الإمامية عن مؤمن الطاق وحواره مع زيد تشي بأنه الفكرة ما كانت واضحة عند عامة الناس حتى عند أهل البيت اللي على رأسهم الإمام زيد بن علي ابن حسين الإمام أبو حنيفة أيضا لم يكن يعترف بذلك وهذا من حقه يعني ما نقدر نجب رأيه مو مثل بعض الأخوة اللي نعلقوا أخ واحد يعني أنه المؤمن بالإمامة أو المؤمن بالإمامة هذا منافق لا ليش نقول منافق عليه أو عنده حب الرئاسة أو مثل الشيخ صالح الكرباسي تيفسر القصة هذه يعني ليش أبو حنيفة ما اتبع على الإمام الصادق لأنه كان عنده حب الرئاسة هذا مو صحيح يعني تقبل واحد يقول عنك أنت الآن أن الإمام الصادق كان عنده حب الرئاسة أو الإمام باقر كان عنده حب الرئاسة ولذلك يدعى بكذا وكذا وكذا ما يصير نصدق الكلام ونفسره كما نشاء لأنه سيخلق مشكلة بيننا وبين بقية المسلمين نحن أحواج ما نكون الآن لا أبو حنيفة موجود ولا الإمام الصادق موجود الآن إنما نحن المسلمون هناك مناهج يمكن نناقش فيها مناهج بحث وتفكير وإجتهاد ونظريات سياسية بعيدة عن كل ذلك التراث وتلك الظروف وتلك الأيام الحنابلة طبعا معركتهم شديدة مع الأحناف وخصوصا موضوع خلق القرآن واستخدام العكل في التشريع يعني القياس يمكن واحد يختلف يتفق بالنسبة معينة القياس مثلا المطلق أو القياس اللي معلل وبيه دليل وبيه برهان يعني يتختلف الأمور يمكن واحد يقول هاي نظرية خطأ بس ما يجي يسقط الإنسان ويشطب عليها بالمرة وينشوف جهاده ومواقفه وهو كان أول يؤمن بالشورى وهذه نظرية ضد النظريات اللي كانت ساعدة ديك الأيام سواء في عهد الأمويين اللي كانوا يقولون إحنا من قريش والإمامة في قريش هكذا كانوا يقولون ونحن يحقوا لنا أن نحكم المسلمين بصورة وراثية أبد الدهر أو الهاشميين اللي هم العباسيين هم يجوا وطرحوا الفكرة أنه إحنا بني هاشم إحنا أترة رسول وبالتالي نحن أحقه بالملك من الأمويين خرجوا لهم العلويين قالوا لا إحنا أولا منكم إحنا أبناء علي أبناء الحسين أبناء الحسن فإحنا صار صدام بيناتهم بينما المعتزلة وأصحاب العقل والإمام أبو حنيفة وأيضا الأباضية والخوارج كانوا من قبل كانوا يقولون لماذا هذا الحصر ما دام هي المسألة السياسية مو مسألة دينية مسألة عرفية اجتماعية ترجع للعقل لأن القرآن ما متحدث عن السياسة والنظام الحكم ومن يحكم ومن ينتخب ومن ينتخب وشنو صفات الحاكم هاي أمور كلها شوفوا القرآن قرآن من أول آخر ما في حديث عن الموضوع وكذلك السنة النبوية لم تتحدث مع ذا رواية الشيعة أو رواية البكرية الذين قالوا بأن النبي وصع لأبي بكر في فرقة تسمى البكرية كانت في قديم الزمان في مقابل الإمامية الذين قالوا بأن النبي نص على الإمام علي الفرقة البكرية قالت إيه النبي نص على أبي بكر وقدمه للصلاة عند مرضه وبالتالي النظريات كانت تطلع ذي كل أيام فأبو حنيفة كان يقول لا الخلافة في أي مسلم ليش نحصرها في قريش ما عندنا هذا الحديث ضعيف بينما الحنابلة يعتبرون هذا أهم شرط وأهم شيء في مواصفات الخليفة أهم من العديل حتى لو كان فاسق فاجر ظالم استولى على السلطة بالقوة مو مشكلة بس يكون هذا قرشي هكذا كان يقول أحمد بن حنبل والحنابلة لذلك أجوا العثمانيين بعدين شافوا هاي خوش فكرة أن هما يفتحوا المنافذة حتى يصبحون خلفاء في الأرض فدعموا مذهب الإمام أبي حنيفة وتبنوا وفرضوه في كل الدولة العثمانية والمذهب أخرى حجموها وضيقوا عليها طبعا هما ما أخذوا بنظرية أبي حنيفة بصورة كاملة لأن أبو حنيفة كان يقول بالشورى مو يقول بالوراثة صحيح الخلافة مثلا عامة في أي واحد كان الحكم ولكن بالشورى بالانتخاب وليس بالسلطة بالقهر وتوريث الحكم بعد ذلك يعني شوف نظرية أبو حنيفة الأهم مطبقة بالعراق ومطبقة بإيران جمهورية الإسلامية الإيرانية التي تسموها شيعية هي تطبق نظرية الإمامة بحنيفة لأنها بالشورى وما يشترطون أن يكون واحد من أهل البيت أو واحد من سلالة معينة ولا يدعون عن واحد منصب أو منصوص علي من الله وكذلك في العراق الآن نظرية أبو حنيفة هي التي تحكم الشيعة أيضا كلهم يؤمنون بهذه النظرية نظرية الشورى طبعا هناك كلام أن أئمة أهل البيت أيضا كانوا يؤمنون بالشورى ولم يكنوا يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية القائمة عن الأصبع والنص والبراثة وكذا هناك نصوص كثيرة من نعم علي وإمام الحسين وبقية الأئمة فالمحصلة أنه إحنا عندنا نقاط مشتركة الشيعة اليوم والأحناف مشتركين فيه الديمقراطية نظام الحكم قائم على الانتخاب وما يشترط فيه حصر الحاكم فقط فيه مثلا السلالة العلوية أو الهاشمية أو كذا أو قريش وأي واحد يمكن يصير رئيس جمهورية أو رئيس مزرعة فإذا كانت هناك خلافات سياسية في المستوى النظرية بين الإمام أبي حنيفة وبين الإمام الباكر والصادق أو كان هناك خلاف حول منهج الفقهي أنه نعتمد الاجتهاد والقياس والاجتهاد طبعا أكثر شيء يقوم على القياس النظرية الإمامية كانت تقول لا العلم موجود عند أهل البيت وهذا لعدهم علم من الله وكذا وما يجوز واحد آخر يلجأ للقياس أبو حنيفة اضطر إلى القياس لأنه لم يكن يؤمن بكثير من الأحاديث اللي كانت رائجة في تلك الأيام فلذلك أنا أدعو إلى أدعو الشيعة بالدرجة أو الحقيقة السنة معظم مشكلة بها مع البيت أنه النجف الحوز اللي كانت شوية حية أكثر وكان بها حيوية وأدعو مشروع واحدة إسلامية لقامت بمبادرات تعمل مؤتمر ندوة عن إمام أبي حنيفة وتعيد الاعتبار إليه النظر إليه أنه هذا إنسان مجاهد منعصر أهل البيت هذا إنسان شهيد استشد في السجن وقاوم الظالمين وأنه التاريخ ناصع جدا والتاريخ مضيء جدا ويمكن نستفيد من عنده وعدة نظريات حية اليوم نطبقها ولكن مع الأسف الشديد الحوزة يعني متخلفة في هالناحية لا هذا مشروع ما هذا حيوية وحركة وعدها أفكار سلبية أحيانا أفكار طائفية يعني مثل ما اليوم أنا راجعت من مهوق السيد السستاني وكان هناك نص ضد أبو حنيفة عندما نشرته بعدين قبل شوي رجعت لشايلي حذفي أمزين سوي وحذفه ولكن المشايخ آخرين وكذا في التراث الشيعي موجودة بعض النظريات السلبية لبعض المشايخ اليوم ما ينتبه إلى فائدة الكلام وأثر الكلام السلبي على الآخرين لتمزيق الوحدة الإسلامية أقرار لكم بعض ما اليوم صفحت بعض الصفحات وشفت يعني أشياء ما عجبتني حقيقة هنا الشيخ صالح الكرباسي لماذا لم يتبع أبو حنيفة أستاذه الإمام الصادق طبعا مسألة الأستاذية أيضا هذه فيها كلام يعني هو يروي الكلام عن الألوسي في التحفة الاثنى عشرية أنه الإمام الصادق كان أبو حنيفة من التلميذ هذا بالحقيقة مجهول أنا لم ألمست يوم الأيام كان مع بعض أو جالس سنتين عنده الإمام الصادق كان في المدينة أبو حنيفة في الكوفة فاش وقت راح دراس عنده واش وقت تعلم من عنده واش وقت كذا وقدم منهجين مختلفين مو مختلف مع الصادق مختلف مع أبيه الباكر الباكر كان أيضا يرفض يعني يختلف منهجه أنه هو الألم عنده فقط وأنتم ما تفتهمون أبو حنيفة يقول له لا نحن نعمل بالقياس هل سه صحيح أو خطأ فمتعد هو أكبر من الإمام الصادق بسنتين ثلاثة أبو حنيفة مولود سنة مية سنة ثمانين الإمام الصادق سنة ثلاثة أثمانين مولود فيعني بنفس الأمر كان فمتى تتلمد وماذا تعلم منه إذا هو الروايات كلها يرفضها فشني يأخذ من الإمام الصادق وذاك منهجه أنه نألم عندنا فقط أقرأ لكم شوية من هذا ما كتبه الشيخ صالح الكرباسي وأطلب منه بالحقيقة أن يتعمق أكثر ويعيد النظر فيما كتبه لأنه كلام مضى عليه زمن وما بيفاعد اليوم ما بيفاعده وخليشوف الأمور اللي اللي احنا متجاوزيها ومتفقين فيه أشياء كثيرة الآن أكثر من قبل فلماذا الإصرار على هذه الأمور؟ عنده موقع اسمه مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية مع الأسف يعني الألوان هذا دائما يكتبون الناس دراسات وبحوث وتلقى بعدين آخر شيء تجميع وتصفيط وما فيه لا دراسات ولا بحوث يحتاج واحد لما يبحث أو يدرس شيء يفكر فيه أكثر مو فقط يجيب ويلزق ويكتب له مقالة مما يثير الاستغراب ويبعث على التساؤل حقا هو أن أئمة المذاهب الأربعة رغم اعترافهم بالمنزلة الألمية والدينية الرفيع الإمام جعفر الصادق ورغم معرفتهم بأنه حفيد رسول الله ومن جملة آل البيت هذا واضح الذين لا يأخذون تعاليمهم إلا من جدهم رسول الله هذا مو كلام دقيق لأنه فيه كثير من الأحاديث هي تأويلات هي اجتهادات في القرآن تشوفوا أنت الروايات الواردة عن عنوان الباكر أو الروايات الواردة عن عنوان الصادق مو كلها قال رسول الله قال أبي عن رسول الله فيه بعض هكذا الروايات يمكن إذا جمعنا كل الروايات اللي عند الشيعة عن رسول الله عن الإمامة مصير ميت رواية ميت حديث طيب عدنا 16 ألف رواية أخرى في الكافي هاي منين أجت؟ كلها قال أبي قال رسول الله مو الشكل هاي رحوا شوفوه شوفوه الروايات هذه كلها تأويلات واجتهادات لا يأخذون تعاليمهم إلا من جدهم رسول الله مباشرة وأما جدهم النبي فكل ما نطق به فقد أخذه من الله هذا واضح قال الله تعالى وما نطق عن الهوى فأئمة أهل البيت سندوا أحاديثهم متصل بالوحي مباشرة حيث أنهم كانوا يقولون حدثني أبي عن جدي عن جبرايل فمذهبهم هو مذهب الرسول لا يختلف عنه في شيء أبدا هذا مو صحيح في نظرية حادثة نظرية الإمامة هذه ما كانت موجودة في الزمن الأول ولا في أحد إمام علي ولا الحسن ولا الحسين إنما خرجت بعدين نظرية حصر الإمامة في سلالة وحصر العلم في سلالة وحصر فهم القرآن في سلالة هذا ما كان موجود في زمن الإمام علي هذا غلوي يصير شوية وتطرف سواء كأنه هذا هو الوحي منزل على رسول الله هو ما نطق به الإمام الصادق مو هالشكل والغريب أننا نجد أن أبا حنيفة إمام المذاب الحنفي وأستاذ بقية الأئمة المذاب أستكون نقطة فيها نقاشة لا أوقف النقاط الهامشية رغم تتلمذه على الإمام الصادق وين تلمذ شنو التلمذ بيا مادة بيا شنو نقل أحاديث هو مكانهم بالأحاديث أصلا ورغم اعترافه الصريح بأهمية ما تلقاه عن الإمام الصادق فإنه مع كل ذلك خالف أستاذه الإمام الصادق ولم يتبعه في منهجه الفقه والألم ينقل عن الآلوسي هالكلام المعروف لو لسنتان لهلك النعمان يريد سنتين التي صحب فيهما لأخذ الألم الإمام الصادق وهذه يقال أن الآلوسي فيها مو جا يثبتها وجا يستند عليها ويقول فلان ويقول فلان آخر شيء والجواب واضح يتفطن إليه كل من أراد الحقيقة بعيدا عن الانتماءات والتعصبات المذهبية والسبب الأول والأخير في هذا الأمر وفي غيرها من الموارد ليس إلا السياسة وحب الرئاسة حكم على الرجال بعد 1400 سنة هذا الرجال بس يريد سياسة ورئاسة كان راح صار قاضي القضاة المنصور والمنصور قالت تعسر قاضي ورفض يصير قاضي ليش لو كان يريد رئاسة كان راح لو واحد يريد رئاسة مو يأيد إمام زيد ويمكن هو يروح بها أيضا أو يأيد الإمام محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية وأخي إبراهيم اللي أيضا هو طورد على ضوء ذلك ويقال عتقل أيضا بالسبب ذلك فيعني ما نجي نحكم على إمام من أئمة المسلمين يتبعوا ناس فرقة وطائفة من المسلمين ما نجي نثير الخلافات اليوم يعني تقبل واحد لو جاي مثلا من الأحناف وقال هذا الإمام الصادق دي يصير ديكتاتور علينا دي يصير هذا مثلا المستبد وهذا يدي يدور رئاسة تقبل الكلام ما نقبل الكلام قولوا ليش تتقعد تثير طائفية فشوفوا هذه يعني الكلمة مسئولية واحد لازم شوية يفكر ويتأكد من الكلام مو يجي يفسر بكيفه لأنه وعد موقف أنت تحب لي ما مصادق وتؤمن بيمي خالف بس تتفسر مواقف الآخرين أنه ذول أدوم رئاسة مثل الآن قدنا مراجع قدنا مراجع مختلفين قدنا مراجع بإيران وقدنا مراجع بالعراق وبلبنان وغير الأماكن فإذا واحد ما تتبع السستاني أو ما تتبع خامنئي أو ما تتبع الخميني أو ما تتبع ما دري فلان ما نجي يقول لي أنت ها أنت عندك حب الرئاسة وحب الزعام وحب الكذا إذا قلنا الكلام شي يصير يصير يعني أزمة بيننا وبين الآخرين ويخلقنا مشاكل إحنا بغنى عنها يجبون قصة أنه المنصور لما كان في الحيرة والمام الصادق راح زاره هناك راح زار الكوف يبارك له أو في بداية انتصار الثورة العباسية أنه المنصور استدعى أبو حنيفة وقال له حضر لي أربعين مسألة حتى نمتحم بها الصادق وذلك حضر للمسائل طب المنصور في بداية كان زعيم ثورة وكان في ناس مأيدين إلا افترض هاي القصة صحيحة ولكن بعدين شنو صار بعدين هذا أبو حنيفة ثارة على المنصور فإذا القصة إما من أساسها فيها شك أو رجال شوفوا موقف الأخير مش في موقف الأول في قضية ملتبسة أو فيها كلام أو فيها مثلا بظروف ما نعرفها احنا في ندوة طرحوا مسائل وديتناقشون وما تعاركوا ولا ضربوا فإليش نحن نجي نشبث بالقضية ونثيرها ونخلق مشكلة وما رثان يقول وهذه القضية وبعدين هو ينقل نفس الراوي هذا نفس الأخ صالح الكرباسي تنقل عن إمام أبي حنيفة يقول أنه فهيأت له أربعين مسألة ثم بعث إلي أبو جعفر المنصور وهو بالحيرة قبل ما يروح البغداد فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن يمينه فلما بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور يعني حبيت الإمام وهبت أكثر من الخليفة فسلمت وأومأت فجلست ثم التفت إلي قال يا أبو عبد الله هذا أبو حنيفة فقال نعم عرفه ثم التفت المنصور فقال يا أبو حنيفة ألقي على أبي عبد الله مسائلك نقاش ألمي قاعدين يسألون شكوا بي يعني ليش نكبر القضية ونسويها في الأزمة كأنه أبيناتهم فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول أنتم تقولون كذا وهم يقولون كذا ونحن نقول كذا فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خلفنا حتى أتيت على الأربعين مسألة ما أخلى منها مسألة المواحدة ثم قال أبو حنيفة أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس يعني أفترض هذه الشهادة من إمام أبو حنيفة بألمي الإمام الصادق فشلون صار هذا ده يمدح الإمام وهو يدور رئاسة وزعامة يعني شمي يفكر فيها يا شيخ صالح ويجي يعلق عليها بعدين وهذه قضية تدل بوضوح من أين جبت الوضوح هذا على حب الرجل للرئاسة بسرعة حاكم عليه مسبقاً ويقول خلي لن نتعصاب ولن ننتمي بعيداً عن الانتماءات والتعصبات المذهبية حيث حاول إرضاء المنصور والتقرب إليه حتى بواسطة النيل من الإمام الصادق لا سبب ولا شدمة سألها مسائل وتناقشوا بها وتبحثوا وخلصت القضية ومداحة للإمام الصادق بعدين فشوفوا شواء ما يقلب الرواية مع الأسف يقلب القصة كلها ويحاول يستفيد منها بصورة سلبية فخلي نبطل هالسوال ما تفيدنا وخلي خلي إحنا شلون الآن مثلاً واحد يعيد لعلاقات بين عدد من المراجع أو بين أحزابي اللي تقوم مع بعض أو كذا خلي إحنا هذه العقدة اللي نشيلها نشيلها ونعود يعني ننظر نظرة إيجابية اذكروا موتاكم بالخير هاي في أيام زمان راحب شوف شنو إيجابيات اللي ما أبي حنيفة وشنو إيجابيات لإمام الصادق ما نتوقف عند السلبيات وعند النقاط وعند الملاحظات وإلا موجودة يعني السنة أيضاً يمكن يأخذونه أو أبو حنيفة يمكن يأخذ على الإمام باكر أو على الإمام الصادق فإحنا ما نجي نوقف عندها ذلك الأيام كان هناك نظريات واحد يقول أنا أعلم واحد يقول لا أنت أعلم واحد كذا الآن نحن لازم نتجاوز الأمور وخلي شوية سير تبادل زيارات استوروا أن تشوفوا له الحوزة العلمية في النجف أقامت مؤتمر لأبي حنيفة وأعادت قراءة تاريخة مثل ما سووا مؤتمر مثلاً المفيد أو الطوسي أو فلان أبو حنيفة من إمام ثائر وقريب من الشيعة وقريب من أهل البيت كان وعند أفكار حلوة وأفكار لطيفة عنده إمام بالشورى وعنده إمام وبعدين الشيعة صار حتى من ناحية العلم صار هم يقيسون ويجتهدون الاجتهاد هذا بماذا معناته نفس اللي شي كان يسوي أبو حنيفة في ذلك الأيام لماذا تحرمون الاجتهاد على أبو حنيفة وأنتو تعملون بي بعدين هاي موضوع آخر هم يعيده للأخ الشيخ صالح الكرباسي لماذا خالف الأئمة الأربعة للمان جعفر صحتك لسا خالفه أدو مجتهال ما كانوا يؤمنون أنا هو الألم ونحصر بي وهما راحوا روايات واجتهدوا وصارت مذاهب وخلي الآن نحن يعني نأخذ مثل ما أخذنا عمليا الآن الشيعة لون ما أخذي من المذهب الحنفي إذا أردنا نقول الشكل إذا الشيعة ما كانوا يؤمنون بالشورى مثلا وشورى ما كانت نظرية أهل البيت مثلا مثلا الآن الشيعة يؤمنون بالشورى والديمقراطية فإذا ما أخذي من المذهب الحنفي ونشوف ونشوف أي شيء إيجابي بأي مذهب نأخذه نأخذه لا مذهبيين نكون ما نكون متعصبين ومتحجرين على مذهب واحد لا على هذا المذهب ولا على ذاك لأنه ونحن ما أدنا رواية صحيحة مية بالمية عما كان الأئمة السابقون يؤمنون في روايات مضطربة ومتناقضة وليس كل الأحناف أيضا هم مسائلين على خط الإمام أبي حنيفة يعني تلامتها أيضا غيروا وكثير اجتهدوا في أشياء كثيرة واقتربوا من الحنابلة في كثير من الأمور فخلي نشوف الإيجابيات من جميع الأئمة نأخذها وإذا شفنا فتوى مثلا بعض الناس يعيرون أبي حنيفة مو شيعة حتى السنة أيضا ينتقدوا هناك فتوى يعني مو مقبولة من جميع المذاهب أي مذاهب آخر شوفوا أنت كتب الخلاف اللي تتحدث عن كذا مثلا حول الخمر حول يعني في مسائل كثيرة كان يعني يختلفون فيها وبعدين أنت هاي المسألة ما تعجبك أو ما تشوفها صحيحة لا تأخذ بها بس خليك على احترام لأيما السابقين واحترام على المسلمين اللي الآن الموجودين اللي يؤمنون بهذا المذهب أو يتبعوه احترونه حتى يحترموك إذا أنت هل تستطيع أن تفرض نفسك على كل الأمة الإسلامية ما تستطيع فإذن إذا تنتقد مسألة مسألة يقول هاي المسألة مو صحيحة الآن الأزهر عدوا مسائل كثيرة تطلع مو صحيحة وبالنجاف وقومها أيضا تطلعتهم مسائل غير صحيحة فمو بالضرورة يعني احنا عدنا وحي مطلق نازل علينا وكل مسائلنا وكل فقهنا وكل أفكارنا مية بالمية هي ما قال الرسول الله عن جبراهين لا موهي شكل ولا الآخرين هما أهل ضلال وأهل فسق وانحراف ونفاق وكذا وكذا لا اختلافها ترأيي خليكون صدرنا واسع لهذه يعني الصدر الواسع هو أساس الديمقراطية أساس التعددية يعني أن تعترف بالآخرين تحترم الآراء الأخرى مهما كانت وهم يحترموك فيصير تعددية يصير تبادل وحوار سلمي أما إذا تقول لا وتهاجم بعنف وهذا مثلا هدف كذا وهدف الزعامة والسياسة والمال أنت تهاجم والآخرين يهاجموك وصير معركة وبعد شي خلصنا نعم ينقلون مثلا هذا أيضا موقع ووقع الكوثر مع قناة الكوثر يمكن ناكل أيضا حوار عن الإمام الصادق ويا أبو حني فإتق الله ولا تقس الدين برأيك فإن أول من قاس برأيه إبليس إذا قال أنا خير منه فأخطأ بقياسه فظل طيب تعال أنت تعال للشيعة اليوم الشيعة الإمامية كثير من آراءهم من نظرياتهم قائمة على القياس يعني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي يجي واختلقوا شخص ما موجود ولا مولود ولد للإمام العسكري اللي ما يعرفه ولا ولا سامع به بعد وفاته يجون يسووا له شخصية ويسووا إمام معصوم ويرون عنه روايات شايفين أكبر من هذه المشكلة الكبيرة ونجي ننتقد أبو حنيفة لأنه سوى قياس وبعدين القصة ما نجيبوها قصة في أشياء ثابتة بالإسلام يعني الحدود مثلا أو الصلاة أو النجاسات أو الكذا ذني أشياء ثابتة ما بي جدال القياس في الأشياء الحادثة في الأشياء الجديدة يقيسها على شيء موجود سابقا يعني القصة اللي يجيبوها هذه يقول ابن شبرمة قصة مختلقة ما عادر من أن جاء بيها حقيقة ما بيها مستوى ألمي ولا تليق بالإمام الصادق يقول ابن شبرمة دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد الصالح عليه السلام فقلت هذا رجل فقيه من العراق فقال لعله الذي يقيس الدين يعني ما يعرفه أو مرة دي يجعل عنده عنده يعني شوفها عنده هو مكون فكرة ما جاي دي تلمد على الإمام يقيس الدين برأيه أهو النعمان بن ثابت فقال له أبو حنيفة نعم أنا ذلك أستحق الله فقال له جعفر الصادق اتق الله ولا تقس الدين برأيك فإن أول من قاس برأيه إبليس إذ قال أنا خير من فأخطأ بقياسه فظل ثم قال له أخبرني يا أبو حنيفة لما جعل الله الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والماء في المنخرين والعذوبة في الشفتين قال لا أدري إذا هذه قصة شوني ربط بالفقه ما أدري قال الإمام إن الله خلق العينين فجعلهما شحمتين وخلق الملوحة فيهما منل منه عليه ولولا ذلك لا هجمت الدواب يعني الحشرات والديدام فأكل الدماغه وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويجد منه الريحة الطيبة من الريحة الرديئة وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذة المطعم والمشرب ثم قال لأبي حنيفة أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان قال لا أدري حزورة هي مو حزورة قال جعفر الصادق هي كلمة لا إله إلا الله فلو قال لا إله ثم سكتها كان مشركا ثم قال أخبرني أي ما أعظم إثما عند الله قتل النفس التي حرم الله بغير الحق أو الزنا قال أبي حنيفة بل قتل النفس فقال الإمام إن الله تعالى قد قبل في القتل شهادة شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة فأنا يقوم ذلك أو لك القياس ثم قال أي ما أعظم عند الله الصوم أو الصلاة قال أبي حنيفة الصلاة فقال الإمام فما بالي الحائر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبد الله ولا تقس الدين بغيرك يعني هذه أشياء ثابتة مسلمة ما فيها قياس ولا راح نجي نغيرها بالقياس إنما مسائل حادثة يعني إما واحد عنده علم من الله اللي كما ينسب الإمام الباكر والصادق أنهم ينزل عليهم وحي ملائكة يجون أحدثوهم ولو لا ما ينزل علينا كل ليلة قدر وكل جمعة وكل كذا لنفدنا أو أنفدنا كان خلص علماننا واحد يدعي هالشكل وواحد يقول لا أنا ما عندي وسيلة لأخذ بالقياس بالظن يعني وبالاجتهاد هذه الرواية ما تنقض يعني لأن الشيعة بعدين هم قاموا يأخذون القياس الآن كل المراجع يقيسون وقلت لكم يعني في مسائل الإمامة شوفوا كلها قياس هل يجوز على الله أن النبي يتوفى وما يعين واحد مكانه هو ما يجوز عقلا هكذا يقولون فبالعقل هم يستخدمون الفرضيات افتراضات كثيرة ومنها افتراض وجود ولد أنه لا يمكن أن الأرض تخلوا من حجة إذن يجب أن نفترض وجود ولد للإمام العسكري هذا يا منطق هذا وين تحطوه يا قياس الحق له هذا فالشيء جديد افتراضات خيالية وهمية دخلناها بالدين وندعي اليوم إحنا لعدنا الإسلام الصحيح فقط والآخرين لعدهم إسلام ناقص هذا شوية خلنا نتنازل عن غرورنا وعن الدعاءاتنا وعن الخوض في معارك الأولين الوهمية والخيالية في أشياء كثيرة ناس اختلقوها والصارعة وتعاركوا أحزابهم ودماعتهم إحنا اليوم خلي شوية نرجع للعكل نرجع للقرآن نرجع للسنة النبوية الثابتة ونحترم الناس العلماء العظامة اللي يستشهدوا في سبيل الله وقارعوا الظالمين وقارعوا الطغاة هذا اللي نريده فلذلك أنا أوجه بهذه المناسبة أوجه الدعوة إلى الحوزة العلمية فيكم وفي النجف وفي بيروت وفي كل مكان أن شوية حتتخففوه من الغلواء الطائفية بالمنطقة تعالوا تقاربوا شوية خطوات متقاربة وقوموا بخطوات إيجابية أقدوا مؤتمرات ندوات كلام حلو لطيف موتت قوقعون في بيوتكم وفي مدارسكم وفي كهوفكم وما تعرفونش كيف يستمر بالأمة وشلون مخططات لتفجير الخلافات اليوم نحن نتعرض إلى خطر في العراق خطر تفجير فتنة طائفية جديدة إعادة داعش شفتوا الآن الخطفات اللي يمسويها طردوها من سوريا أو خلصوا هناك الدور مالهم تعالوا يا بقى العراق ويجوا إلى العراق فتحوا لهم الطريق مئات الأشخاص ربما ألاف الأشخاص يجوا الآن بالصحراء وقرب كربلة وخاطفين الناس من كربلة أيضا في النخيب في النخيب وغرب كربلة تصير الناس راحين فتشون عن الكمأ الكمأ وخطفوهم يوميا خطفين بارحة والبارحة قبل ذلك من الأنبار من حديثة من قرب عرعر من الناصرية ديروا خطفو الناس يعني مرة ثانية أنا إذا طالبتوا بإخراج القوات الأمريكية من العراق ترى داعش موجودة وداعش راح تجيكم على مرة ثانية وراح نسوي لكم فتنة طائفية جديدة ونسوي لكم حشد سني وأقليم سني ومشاريع كلها مخططات موجودة وده يلوحون بيها من زمان واليوم آخر تصريح أنه إذا أخرجت القوات الأمريكية ستخرج معهم الاستثمارات والمستثمرين ديروا بالكم ترى بعد ما أحد ما يجي يستثمر أتكم يعني تهديد بالاقتصاد أيضا هذه مخططات موجودة الآن لإثارة الفتنة ولدعم الإرهاب ولهيمنة على الحكومة العراقية وعلى القرار العراقي نحن نحتاج أن نوقد وحدتنا نشد بعضنا إلى بعض ونزيل كل الخلافات الطائفية القديمة ونتجاوزها وبروح جديدة نتكاتف ونتعاون مع بعض حتى نقدر نقمع الإرهاب ونفشل المؤامرات التقسيمية وأيضا نستقل نحقق استقلالنا لأنه من دون استقلال لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقة لأنه إذا عندك عدو مهيمن عليك يوميا يدخل في الانتخابات ويدخل في تشكيل الحكومة ويدخل في مجلس النواب ويهدد ويرقد ويزبد ودائما يتآمر عليك شون يبقى من الديمقراطية في الحالة هذه ما عرف كيف بعض العلماء يفكرون لو الله لازم أنتوا تكافحون الفساد لازم أنتوا ما عدري شون نسوون كل شيء ما يمكن نحققه إلا بعد الاستقلال نأخذ استقلالنا أولا ولا يمكن أن نأخذ استقلالنا التام الناجز إلا بتعزيز الوحدة الوطنية الإسلامية ومفتاح ذلك أنه شوي ننفتح لبعض ونعيد قراءة التاريخ من جديد بما يفيدنا لا بما يزيد مشاكلنا ومنها القضايا قضية الإمام أبي حنيفة الموقف من عنده خلي شوي نعتدل في النظرة ونعيد تقييم هذا الرجل الإمام العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته